أهلا بكم في آخر فقراتنا لهذا الصباح عبر العصور ظل تحديد جنس المولود المنتظر هو شغل الوالدين الشغل الاعتبارات خاصة بعضها تحكمها الطبيعة والفطرة البشرية والاعتقادات المتوارثة المرتكزة على الاحتياجات الإنسانية وبعضها تحكمه الاحتياجات الطبية التي تفرضها كثير من الأمراض المرتبطة بالجين الذكري على حدة أو الجين الأنثوي صحيح نادية فكان أمر عزل الأجنة الذكور عن الإنس حاجة ملحة على الصعيد الطبي للحد من ولادة أطفال مرضى أو مشوهين الأمر الذي تكاثفت له الجهود أو جهود علماء الأجنة لاختبار جنس المولود لكن تحديد جنس المولود قبل الحمل شيء جديد لنتحدث عن هذا مع ضيفنا اختصاصي الطب البديل والاستشاري في تحديد جنس الجنين رياض عيد يسعد صباحك أهلا بكم أول شيء قبل ما نحكي عن هذا الموضوع يمكن في ناس هلأ بدأت تقول حرام يمكن ما بنفع يمكن مش مظبوط خلينا نعطي مقدمة شو طبيعة عملك أستاذ رياض طبعا صباح الخير لألكم وللجميع طبعا الموضوع هذا من ناحية كبرنامج هو برنامج طبيعي اللي هو مش مبني يعني هو مبني على أسس علمية ولكنه غير مثبت علميا فالبرنامج طبيعي بحث من دون احنا بنحكي لا بتدخلات طبية ولا في نوع أغني وما في أدوية ما في كيمويات لا في أي شيء نعم لذلك على موضوعنا يعني موضوعنا لا يتناقض مع الدين وفي كثير فتوات على هذا الموضوع بما انه البرنامج هو طبيعي فيش فيه أي تدخلات مثل الفصل وإلى آخره فالموضوع يعني مسموح ويعني ناجح من ناحية ثانية مش إنه يعني هو غير طبي ولكن فيه نجاحات كبيرة فيه ناجح أكثر من الحلول الطبية طبعا طبعا إحنا اليوم واصلين في هالبرنامج لنسبة نجاح 95% طبعا إحنا ما بنحكي في برنامج اللي هو يعني نبنى على يوم أو يومين أو سينة أو سنتين أنا بحكي في برنامج اللي هو ابتدى من قبل 48 سنة اللي الوالد ابتدى فيه أو وجده مشي فيه بكل هالفترة وأنا تقريبا صلي حوالي 11 سنة أو 12 سنة بتابع البرنامج وراء الوالد فالبرنامج اللي بحكي إحنا في تاريخ يعني وبنسبة نجاحات عالية ومثبتة على الأرض يعني كم نسبة تقريبا للنجاح؟ نسبة النجاح عنا تقارب 95% طبعا حتى من الناس اللي بيتوجهولنا عساس أنت ذكرت الطب أنا بيتوجهولي كمان أطباء وأطباء نساء وصيادلي يعني حتى من الطرف الطبي بيتوجهولنا وبيستعينوا فينا وبيأخذوا مننا تواريخ يعني أنا كمان بدي أضيف على هالمقدمة بس نقول إنه كمان إحنا فخرين إنه حدا من بلدنا من هون هو الوحيد هون في حدا مثلك بالوطن العربي؟ صراح لا بالوطن العربي ما في حدا بقدر يحدد جنس المولود أو يساعد على تحديد جنس المولود أو يخلي الأهل يقرروا شو جنس المولود تحديدا حسب الأيام هلأ راح نحكي أفضل الحمل؟ فإحنا كمان مفخورين بالناس اللي هيك المبدعة يعني اللي بيطلع من هاي شي جديد وزي ما قلت إنت إلكم سنوات يعني به هالعمل صبيح نعم الحمد لله يعني إحنا من نحكي في عن طاق عالمي كيف أنت ذكرتي ما في غيرينا لأن هذا البرنامج مقتصر علينا يعني الوالد أوجده وإحنا متابعينه فما في حدا بيعرفو واثنين مرات حتى بيصير في يعني من خلال حديثنا مع أطباء أو كذا الأطباء بيعتقدوا أنه هني بيعرفوا برنامجنا وأنا دائما بحكي بقول لي يا عمي أنتوا بتحكوا طب أنتوا بتحكوا حسب المنهج الطب اللي بتدرسوا في الجامعات وأنا طبعا بحترم الأطباء وأنا بستعين بالأطباء لما بمرض وإلى آخره ولكن بهالنقطة بالذات يعني إحنا مع الاحترام سابقين الطب وبكل التواضع والموضوع هو عالميا أنا بتوجه لي ناس طبعا من كل دول العالم من العراق للسعودية للجزائر للمغرب لأمريكا لكل دول العالم لأنه يعني الموضوع ناجح لو فيش نجاحات ما في تواصل إحنا كنا حاكين قبل شوي تحت الهواء نوتالا أنه كمان يعني الطب مثلا جربنا نقول يعني في حلول إذا إذا منلحق كمان دورة البويضة مثلا في جسم المرأة منقدر نعرف وين مكانها تحديدا كل يوم وهذا بيعتمد عليه تحديد الجنين مثلا بس هذا قلنا له نسبة أقل من نجاح طبعا طبعا الأول شي بدي أذكر شغلة مهمة أنه إحنا دائما بنقول كله بيد رب العالمين عشان أنا كمان أكون واضح لكل المشاهدين كله بيد رب العالمين اللي ربنا كاتبه هو اللي بدي يسير ما في حال ثاني ولكن يعني علم الإنسان ما لم يعلم يعني لكل دائن دواء يعني إحنا ما من نتجنى على قدرة رب العالمين رب العالمين هو الأساس هو اللي يعني هو اللي بيقرر في كل الموضوع ولكن الإنسان يعني بدروس لا نحنا عم نحكي عن الفرق بين السيستم عندك والصدق بالضبط أنا بدي أطرق بس حبيت أذكر هذه الشألة حتى ما يبينه نحنا يعني إحنا صح فبالنسبة للأطباء أو للطرق المتعارف عليها الأطباء بيستعينوا في عدة شغلات اللي كل هاي الأمور واصلين فيها لها نسبة نجاح 60 إلى 65% وهي أبحاث مش أنا اللي بحكيه بحيث الزراعة الموضوع الآخر اللي هي فصل عن طريق الـ IVF إنه بيخذوا البويضة بره وبلقحوها وبرجعوها هناك نسبة نجاح إنه بيحكوا 99.9 بس ولكن بدي أنطي إضاح لها النقطة نسبة نجاح الـ IVF إنها يستمر الحمل ويصير جنين والمرأة تولد نسبة هاي يعني كل هاي المرحلة نسبة نجاحها 15% وناك المرأة بتخضع لها بنج أو لها تخدير كله وخطر البنج وإلى آخره نعم فإني الأضرارها بتكون أكثر من إيجابيتها طبعا هناك موضوع يعني خطر جدا على المرأة في نساء ماتوا منها في نساء بسنة تلوثات يعني الموضوع معقد مش شغلة هاي وبعد تجيب أكثر من مرأة بتبطت المرأة بتقدر تحمل نهائيا طبعا أنا حتى توجهوا لي أطباء قالوا لي حتى الهرمونات اللي بيعطوها للمرأة يعني بغض النظر اللي بتعمل أمراض زي سرطان وهايك نعم فالطرق الأخرى غير هاي الـ IVF اللي بيحكو فيها مثلا عن طريق إن بيتابعوا عمر البوايضة أو مثلا عن طريق أكل معين مثلا كل هيك توكليش هيك أو عن طريق الغسول الباكينج سودا أو كلا أنا بالنسبة لي كبرنامجي ما يعني ما بيتعلق في كل هاي الأمور أنا اللي بيجي عندي بيعطيه فقط أيام بقوله باليوم المعين هذا مناسب لولد فرضا أو هذا اليوم مناسب لبنت أنا لا بحكي له كل هيك أو تكلش هيك أو يعني أنت فقط تعطيه تاريخ محدد بالزبط أنا بعطيه تاريخ وقت صحيح على أي أساس يتم تحديد هذا التاريخ؟ التاريخ هذا طبعا بتم عن طريق البرنامج اللي الوالد أوجده اللي هو عن طريق معادلات حسابية اللي أنا فيها باخذ بعض التواريخ من الزوج باخذ تفاصيل عن الدورة الشهرية وإنت كانت في أي تاريخ قديش بتستمر؟ إذا المرأة مش مش منتظمة عندها بتطلب منها تنظيم الدورة الشهرية قبل ما تلجأ لك؟ لا أنا ما بطلب تنظيم بس أنا فيهم كمان بما أنك ذكرتي شغلي بأوضحها في كثير نساء اللي بفكروا إنه إذا الدورة تأخرت يوم أو قدمت يوم معتوها كي مش منتظمي لا يعني انتظام الدورة أن أتأخر يوم ويومين وثلاثة يعني تأخر أو تقدم هاي إشي طبيعي لأن الدورة عند الزوجة مربوطة في عدة عوامل عوامل نفسية منها عوامل نفسية منها الضغط نفسي مادي امتحانات دروس فراح إلى آخرين فالدورة طبيعية تأدى متأخر فبالنسبة إلي أنا للبرنامج عندي حتى لو بش منتظمي بالمعنى ما بتفرق معي أنا بتعطيني التواريخ وأنا بقول لها وإنت يسير الجمعة هلا طبعا بالشهر في أيام مناسبة لولد في أيام مناسبة لبنت اللي بيحكي لبنت أنا بعطي التواريخ اللي هي لبنت اللي بيحكي لولد بعطيه التواريخ اللي هي لولد بس طبعا كل هذا بنسبة نجاح 95% هلا هون يعني بالنسبة للأطباء نرجع للأطباء في بعض بيصير أنه هني بفكروا أن أنا بتشابه معهم لا أنا بدأ أوضح لهم أنه أنا بختف معهم تماما أنا عسبيل المثال زوجي بتحكي معي اليوم بتحكي لي الدورة كانت اليوم اليوم اللي إحنا 9-4 فأنا مباشرة بعد 9-2-3-4 بعد ما تعمل العمليات الحسدية أوكي مزبوط أنا بحكي لها مباشرة بنفس اليوم بقولها مثلا 30-4 عسبيل المثال يوم مناسب لبنت فرضا أو لولد مش مشكلة فأنا ما بتأ يعني أنا بعد ما بش واصل 30-4 بعد ما بش واصل إذا هي عندها بويضة أو لا أنا بحكي هيك إذا في بويضة بهذا اليوم حلو بصير تلقيح التلقيح 800 بنت فأنا ما بتفرق معاي متابعة البويضة وقليس صارت وحجمها صارت 20-22 ميلي أو لا أو الأخر هي أنا بحكي في برنامج بسيط جداً من حيث حلو فإذا أنا كمان أنا حبيت هذه الفكرة لأنه أول شيء أنت مش عم تعطي دواء للمرأة مش عم تجرب مش عمل لها حق التجارب للمرأة طبعاً مش عم تزعج الرجل ولا تهز رجولته وتقول له تعني عمال فحص طبعاً 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 يعني فأي كلها إشياء لطيفة يعني وحلوة وفيش فيها ضرر على العائلة كل يوم يعني إذا ما فادتك ما بتضرر على الأقل يعني هو بقول لك يوم معين هو هيك الفكرة يعني يعني بدي كونوا مع بعض فأنا بقول لهم بدل ما تكونوا فرراً اليوم مع بعض يعني يكونوا بكرة مثلاً لأنه إحنا برنامج يعني مجرب ومئات الآلاف صارت خلقانة على البرنامج وفي أولاد صاروا خلقين عمر هن ثمانية واربعين سنة واربعين سنة واربعين سنة واربعين سنة وآخرة فأنت يعني هون بتجربي شغلي مجربي طيب أنا بس كان بدي أطرق إذا في بس أنتو بس يتحددوا جنس المولود مش إمكانية تصير فيه توقام أو مش توقام أو صحيح كنت حابة أحكي عن هاي النقطة بالذات لإني لأنه تعالي شاء التوقام أوه حلو 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 الله يخليكم التوقام بنسأل براتنا على هذا الموضوع التوقام هو كيف يصير هو يصير عن طريق شغلتين إما المرأة بينزل عندها بويضات ثنتين في البطن وبيتلقحوا بخلال الجمعة بيصير تلقي حلال بويضات الثنتين وبالتالي بيطلع توقام نعم والإمكانية الأخرى أنه تدزل بويضة واحدة ويدخل على البويضة يلقيها حيوانات منوية اثنين بنفس جزء الثاني بيدخلوه نعم وبيقسم البويضة إلى قسمين هذا الإشي بتقدر تساعده أنت ولا هذا مش إشيء؟ أنا لا أنا بنطيكي تاريخ لولد أو لبين يعني في حال كانت بويضتين فأنت بتعطي إذا أعطيته تاريخ لولد بيطلع ولبين رح يطلع توقام ولاد بس ظهر إذا لبين ظهر دوما فإحنا صار عنا حتى حالات بخلال الفترة الزمنية الطويلة يعني كان عنا عدة حالات اللي أنطينا ناس مثلا تاريخ لولد فرضا أجاهم توقام أولاد كان عنا حالي أجا ثلاث أولاد يعني مرة خلفت ثلاث أولاد طبيعي أنطينا إحنا برنامج لولد جميل بس من الله طهان يعني لو نتحدث أنت كمان عندك تطبيق وليس مش بس مكتب يعني تستخدم فيه ولا اتصالات عندك برضه تطبيق على الهاتف لو نتحدث عن هذا التطبيق التطبيق الصراحي أنا متوفي ماذا اسمه؟ أهون أسهل 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 تفوت على البحث رياض عيد يعني بالعربي أو بالعبرائي رياض عيد خلينا نشوفه على التليفون بس للبلاي ستور ولا في كمان بالآي او اس حاليا أنا هيك صار معنا اللي صار معنا إنه أنا يعني على الأندرويد طلعنا على الهوى إحنا موجودين صلنا حوالي أسبوعين أو ثلاثي الآي او اس طلبات الابل كانت إحنا بعثنا اللي علينا بس الابل عندنا طلبات أخر نعنابين الابل فشوي يعني هني عطلونا إحنا لازم نطلع بكل لحظة يعني ممكن نحكي إسا وبعد نص ساعة أو كذا يطلع للتطبيق حاليا موجود على الأندرويد على تلفونات السامسونج إنه ليس هو هو هي التطبيق طبعا ليش عملته أنا التطبيق عملته إنته بتوجهول ناس من كل دول العالم وعلي دغط كثير إذ كان على الواتس أب أو على الفايبر أو على سكايب أو على الإنستجرام أو على ميسنجر فقلت بأعمل تطبيق بهدف إنه يعني الناس حالي بتفوت عليه واثنين حيث يعني السرية خلينا نحكيه بكين في ناس ما بدين يجو عندي او ما بدين يحكوا معي فالمرة الحالة بتدخل على التطبيق لا وهيك اشي مريح اكتر حتى الدفع بصيرش ما معرف يعني بصيرش القصة هالقد شخصية بالزبط بالزبط واثنين انه الدفع اسهل ويعني مبلغ ابسط خلينا نشوف التطبيق قبل لانه رضيق الوقت يعني اوكي التطبيق طبعا هي فيها تفوت حاليا كمان شوي على ابل فيها تدخل نعم نحن محكي لهم على الاندرويد نعم في عنا متجر اللي بلاي جوجل نعم هاي الكبسة هاي تدخل عليها البلاي ستور طبعا بيطلع الى هون بحث نكتب العربي رياض عيد اي رياض عيد بالعربي طبعا بيطلع الى تحديد نوع الجنين مع رياض عيد حلو قلينا نفتحها تدخل عليها طبعا بيطلع الى هون انه انت نزلها تنزيل فتح هون تنزيل فبتنزل جميل هلأ طبعا هون في عدة امور ممكن تدخل هون في عنديك البرنامج نفسه نعم مقابلات شكر وتقدير هون بتدخل هي بتقدر معلوماتها يعني ان تعمل اكاونت لها تدخل هي معلومات تشوفها بلسأب هون انا التطبيق انا عامله انا واقف وراه هذا التطبيق الي كل تاريخ بيكون انا حاطه يعني الناس فين يكونوا متطمنين انه الاشي مش مجرد ميجان أو كذا لا الاشي نعمل بشكل صح اللي نساعد انه الناس يعني يجيها أولاد أو ما بشكل شخصي سري ومما يكون بالعالم انه مرات بيتوجهوا لناس يعني فارق الساعات بيفرق مرات بيحكووا عليه الساعات الصبح نعم هي عندها الساعة أربعة العصر هل هذا بأثر يعني انه تحدد لها الوقت عشان الفرق التوقيت بيننا لا لا بس الهدف انه مرات بيتوجهوا لناس يعني ترفي تلفناتي بترين ساعة ثلاثة الصبح واربعة الصبح صحيح مرات هل هنا خلو تفوت لحاله بأي وقت عنده هلأ بفوتهم في عندك مقابلات وكذا تدخل فيها تسمع كل شيء في عندك البرنامج تدخل على البرنامج أسابي للمثال فتحت هاي الصفحة بس هي قبل ما تفتح هاي عندها المفروض طبعا تدخل استخدام التطبيق عن طريق بي بال عن طريق الدفع نعم بعدين بي بال بعدين كذا بيفتح لها الشاشي هل هون فيها تدخل مثلا تاريخ بداية الدورة الشهرية بالتقريب حلو يعني الحلو فيه انه فيش تعمل فيس فيس بيس يعني فيش شي هيك من وجه لوجه هون لا خلاص وبتضلها إذا فيه محرج من شغلة أو شي يعني سيكون أسهل بتعبي المعلومات بالضبط وهذا هو وإحنا كلنا ثقة فيك شكرا لإلك رياض عيد لوجودك معنا اليوم انبسطنا برفقتك وانبسطنا ويرفعوا رأسنا دائما الأشخاص الفلسطينيين الرائدين اللي يصلعوا دائما بأفكار جديدة شكرا لإلك شكرا لإلك شكرا لإلكم شكرا لإلكم طبعا هاي نهاية حلقتنا لليوم من الله يصبحكم بالخير استمتعنا طبعا بضيوفنا و بفقراتنا لليوم و نتمنى تكونوا إنتوا استمتعتوا كمان بفقراتنا لهذا الصباح شكرا لكل اللي رافقونا للساعة 12 لساعة 12 و شكرا المخرج و لكل طاقة من الله يصبحكم بالخير شكرا لمشاهدتكم و نشوفكم بكرة بحلقة جديدة من الله يصبحكم بالخير دائما إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة